موسيقى اليوم هذا هو عيد لنا كلنا واسمحيني أن أتقدم بصادق التهاني وأطهب التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكاما وحكومة وشعبا بمناسبة العياد الوطنية وأدعو المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات الشقيقة الحبيبة الرخاء والزدغار وأن ينعم شعبها العزيز دائما بكل الخائش صحيح سعادتك أكيد في دولة الإمارات هناك علاقات جميلة جدا ويا مصر واللي كان أكيد والدنا زايد هو من سعى لهذا الموضوع اليوم في يوم الاتحاد ما هو إحساسك كأكيد كمصري على أرض هذه الدولة الحبيبة الحقيقة طبعا أنا كمواطن مصري أشعر حقيقي بمحبة الإمارات وزي ما بنقول في مصر يحب المصريين أن يسموا المرحوم الشيخ زايد بزايد الخير فنحن نشعر بهذا كمواطنين عاديين ونرى ما تحقق من إنجازات ضخمة في دولة الإمارات في السنوات الماضية على طريق التقدم والرخاء واللي أصبحت نموذج يحتزى به في التنمية والمسابرة على التطوير والرقي كمان عندنا مفهوم وقيم مهمة جدا رسخت في دولة الإمارات وهي قيم إنسانية سامية تتمثل في التعايش والمحبة والتسامح وطبعاً نحن نرى في مصر أن دولة الإمارات ده رخاء لنا جميعاً والأمة العربية صحيح طبعاً سعادة القنصر هناك أكيد التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية لو اتكلمنا عن آثار المترتبة من خلال تعاون الدولتين الشقيقتين إحنا طبعاً مصر والإمارات هما دولتين شقيقتين العلاقات القديمة ترجع إلى نشأة إقامة الدولة وهي علاقات متميزة في كل المجالات من المجالات السياسية طبعاً تنصيق سياسي مستمر وتناغم دائم وتام وفي العلاقات الاقتصادية أيضاً علاقات قوية جداً الدولة في الإمارات تعتبر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر كمان هنا عندنا جالية مصرية كبيرة تنعم وتسعد بالعمل في مناخ جميل وراقي ويتيح لها الابتكار بما يفيد الدولتين مصر والإمارات نعم سعادتك نبا كلمة منك أكيد لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم الغالي يعني نهنئكم بهذا اليوم الغالي وبهذا العام الغادي الذي يشهد الاستعداد إلى الخمسين القادمة إن شاء الله التي بالتأكيد ستشهد كل الازدهار والرقي والخير للإمارات وهي العالم أجمع إن شاء الله صحيح طبعا سعادة النقيب الشرف الديب القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية شكراً حقيقةً على تواصلك اليوم معنا وعلى المعلومات وأعوفهم على الكلام الجميل اللي زودت لنا نعطيك العافية نعطيك العافية والعيد عيدنا طبعاً يعني كل سائل ونصايدين وبخير إن شاء الله اشتركوا في القناة